التركيز من خلال القصف الإسرائيلي ومن خلال المصادر الفلسطينية هو بالأساس على مكانين على منطقة جباليا شمالي قطاع غزة التي تعرضت خلال الليلة الماضية لقصف عنيف للغاية يضاف إلى القصف الذي تتعرض له منذ الساعات الأولى من السابع من أكتوبر حتى هذا اليوم ومنطقة جباليا المدينة والمخيم تتعرض لقصف متلاحق وكثيف وعنيف من الجيش الإسرائيلي في أحد الأيام وأكثر من مرة استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل تزن الفي رطل في القصف على تلك المنطقة وهي قنابل كبيرة بكافة المعيير كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقد أن قصف جباليا بهذه القنابل والقصف المتلاحق في تلك المنطقة سيجعل من الاجتياح البري لتلك المناطق سهلا لكن هذا ليس ما حدث قبل التهدئة بأسبوع بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في التحضير لاجتياح جباليا كانت تعتقد أن الأمر سيستغرق ساعات لكنها فوجأت بالمقاومة الضارية الموجودة في تلك المنطقة وتأخرت عملية الاجتياح حتى يومنا هذا قوات الاحتلال عملت على تطويق منطقة جباليا وعزلها على المناطق المحيطة بها سواء من الناحية الغربية أو الجنوبية أو الشمالية الشرقية عزلتها عن محيطها فرضت عليها حصالا ومع ذلك لم تتقدم حتى الآن من الدخول إلى تلك المواقع جباليا واحدة من المواقع الصعبة التي يواجه الجيش الإسرائيلي الصعوبات في اقتحامها وبالتالي في السيطرة عليها نتحدث أيضا عن المواقع الشرقية لقطع غزة منطقة الشجاعية أبرز هذه المواقع لكن أبرز منطقة يجري الحديث عليها هي منطقة خان يونس التي تروج قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن إلى أنها مقر لقيادات حركة حماس وتدعي أن الأسرى الإسرائيليين موجودون في تلك المنطقة ومع ذلك تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف هذه المناطق بشكل غير مسبوك رغم ادعائها بوجود أسرى إسرائيلي هناك